السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هو السؤال المطروح الذي تفرض نفسه على الشناطيوه اهه يعني الأغلب يدي الأبع تظنه بأن اللومجة تعود وجبة الإفتار تقولك دري ما فترش وغير عطيها بعدها هذه هذا خطأ فما يمكنش أعمر هذه الوجبة التانوية اللومجة أو القوتي أنها تعود لنا الوجبة الرئيسية وهي وجبة الإفتار هذا فكرة سنحيدها من بالنا إذا فهمنا بأن اللومجة ستعود شو وجبة الإفتار هذه الثانية أنا نريد أن نفطره إذا فترنا ليس شي ضروري أن نأخذه اللومجة وهنا اللومجة أنا سأقول كيف يأخذنا؟ ما نريد أن نأخذه فيها إذا فتر الطفل إذا فتر كيف ما قلنا يوم أمس الفتر دياله العادي لأنه لا يفتر مثلا مع السبعة ومص مع السبعة سوف يتقدم مع التناش ما هو الصوت؟ التناش ومص الوحدة قاع ناكد ناكدنا وعمل الخمسة الساعات إذا فتر مزيان في الفطور لا يحتاج للومجة أو اللي يحتاج للومجة التي هي خفيفة التي تستطيع أن تساعدنا لكي يكون جيدا في الغذاء حال؟ فاكيه فرماجه ثمار هل نرجع للثمار الثمار أنا أتأكد عليه بزاف لأن هذه لا تنظر عن الفاكيها أو التمر هي عبارة عن سكريات بسيطة هذه السكريات البسيطة ماذا ستفعل؟ سترفع لي نسبة السكر في الدم سيتم إفراز مادة الأنسلين من بعد واحد ثلاثة سوية أو لساعتين ستعود تبط نسبة السكر في الدم ما سيبقى نسبة السكر مقادة هي اللي سيأتي وقت الغداء وبغيت تغداء الطفل في حين أن الطفل اخدأ مثلا الخبز مع العشرة أنا أتنظر على الطفل اللي فاتر وعود إخداء الخبز مع العشرة سيسكرية بطيقة سيوصره سكما أو لأخذ بيسكوي بيسكوي سيكون قوة بيسكوي سي جوج فيه سكرية سريعة أو فيه سكرية البطيقة ما شو ما فيدينا؟ سوف ترفع لي نسبة السكر في الدم ذلك الساعة ما سأأتي بنا تجربة السكرية سريعة سيكون السكرية البطيقة ببدأت أن تعطينا الطاقة وأخذها سأتحرك إلى الأول أحتى الثلاثة وقت هذه اللومجة الثانية وقت هذه اللومجة فيها دي الصباح ودي الكهام نعم نقدرون نقول لكم شنو هي الاهم فيهم يعني شكل اللي إنا بغينا ننفرته في شي وحدا شنو اللي نحيده دي الصباح ونخليو دي العشياء يعني الوقت يكون اطول نخليوه مع الخمسة ولسا دي العشياء مثلا ممكن انها تبقى او لا خاصها تبقى إلا كان العشة مع الطلب حانت كيلي تتعشى مثلا مع السبعة نحن تبقى نسكلم عن الاطفال العشة لا خاصه يكون مع الطلب مثلا لكن العشة يكون مع الثمانية والطفل تقدم مع الثناش ونخلوق الخمسة يكون مع الثمانية د لكي كان الطفل مثلا تقدم مع الثناش أو مع الوحدة وينخلوق الخمسة ولكن العشة عنده مع السبعة ديركتة ديركتة إذا كنت هنا في الكالفة ما شكیبه ما مزيان بفترا بالعكس مزيان مزيان!! وانتقدر ان تكون وجبه رئيسيها الاجوانية شي يقدر العشة يكون اقل من العشة يقدر للاخل المخلاف مع الثمانية مثلا غايكون فيه خبيز وليس اتبقى مسمنة لا تكون في حريشة مع فرماجة مع قطة يقدر لكم بحلف طور يقدر لكم فيه مثلاً كايك يقدر لكم فيه حليوة لا توجد مشكل ويقدر لعشاء يكون عبارة على أزلافة الصبا ولا فاكيهة ولا كاز الحليب ولا شيء لا توجد مشكل يعني تكملي لهاديك اللومجة تكملي لهاديك اللومجة حينش ما يمكنش الطفل غيأكل مع السبزة ولا مع الخمسة وغيأكل مع الثمانية ما يمكنش ما عادت مش هندو الشائية لذا المشكل دي لهاديك اللومجة دي للصباح أنها تتقدر تكون سبب في الإصابة في السيادة في الوزن لماذا؟ لأنها تتخلي الطفل تدخل في واحد الحلقة مفرغة لما تبقىش يكون وجب الرئيسية يعني توقع خلال في النظام الغذائي اليوم كامل كامل وتدجي الأم والأب تقول لك والدي ما تبغيش تغدار إيه هو لكن أشنو عطيته قبل ما عطيته والو عطيته وغي بسكويت ما ماتشاي امتي دونك هم بالنسبة لهم سي حاجة اللي هي سهرين ولكن سور البلان فيزيولوجيك سور البلان نتخيسوني من الداخل رشي حاجة نحن بنسبة للي هي كثيرة لأن احنا ما تنشوفوش الكيمية تنشوفوش شنو في الداخل من المكونات غذائية وكيفاش غيمكن يؤثر على الجسم الهدف أنا تنصح الأباء أن مع العشرة ممكن يديرو شوف الأباء اللي تسمعوني الآن ولا مكررش حق حتى المدارس اللي بغيني بشوف هذا الاتجاه هذا وكيف الحمد لله مدارس اللي تتبقوه هذا الجانب اللي هو إيجابي الشي يقدروا يزيدوا مثلا ما عرفت شنا يا يزيدوا 20 درام في الشهر يزيدوا 50 درام في الشهر ويعطيوا الطفل مع العشرة يفرقوا التمر على الأطفال في المدراسة طفل الخارج مثلا فكرة ممتازة طفل الخارج في السراحة اللي لا تتفرق خمسة التمرات له ثلاثة التمرات وكل واحد اليوم ما سوف يأكلوش غدا ما سوف يأكلوش بعد غدا ما سوف يأكلوش سيمنة جايبة واحد نار سيأكل هذا التمر لأنه يريد أن يشوف ما سوف يأكلوش سيأكلوش عجيب ما سوف ينخسره ما سوف ينخسره أنا مثلا نظر على التمر المجهول الذي يساوي 140 درام مشروعي المعروف الذي يساوي 10 درام أو 20 درام بالكيلو ونعطيه لوليدتنا أو للآباء يدروا لوليدتهم في الكهطة يدروا في شيخ نيشة أو في شيخ ميكا ويسدقهم ويدروا لهم في الجيب التابلية خاصة التمر أنا هذه نصيحة في حقها أنا بالنسبة ليد دهر ياشيك أنتهز تصنف الأغدية القوية الأغدية القوية التي تصبر على فصل السف لأن التمر فاكاة تصبر على سامحة لنصبر على الج scripts اني وقيته هذه. وقيته ده. فالتمر يجب أن يكون حاضر. يجب أن يتخذ بشكل يومي. طبع في الحال كان هناك حالات مرضية. اللي لا يمكن أن نأخذه فيها التمر. كان مصابين بدأ السكر. مثلا الناس مصابين بالقصور الكلاوي. هذو لم يجب أن يأخذوا التمر. وكيف ننظر هذا الآن بالنسبة للناس العاديين. الناس الذين لا يوجدون شيء مشكل. فخاص التناول للتمر يتكلم بشكل. أنا لا تنضر على كيلوه في النهار. ثلاثة الحبات. ثلاثة الحبات. ثلاثة الحبات. التمر من بعد إن شاء الله. فإعطاء التفل التمر في اللومجة كما قلت نعطيه اللوم فاكيهة غدا التمر بعد غدا فرماجة بعد غدا شوية زبي بعد غدا شوية اللوز مثلا كل نهار نعطيه شي حاجة وهذه أمور اللي يجب أن تكون حاضرة عندنا. اللي يجب أن تكون كينة عندنا. الثامن ديالها ماشي غالي. راح نتنا تخيل لي أن مني غد تشري كيلو التمر لولدك مثلا بعشين دنام. أنا سوف يدوزك واحد لخمستاشر يوم لا يقدر يكمل لك تشهر لعطيه يا ربعة خمسة لحبات في النهار. فبما إذا كنت تشري بجوش درام في النهار. جوش درام في السبع. جوش درام في العشية يا ربعة درام وخمسة درام في النهار. فإلى إلا إلا ضربت إلى الحساب ستجد أن التمر ستقام أرخص بكثير. وغينفع أولدك بمنافع كبيرة كذلك. سينا بالعشي كان لأي سمعت تمر فيه سكريات سيقول سيسقم لي يا ولدي وليس يجب أن يأكل بالبعد. لا لأن هذه السكريات هي سكريات سريعة. من تطلع وتتبط بالزربة لأن يتم إفراز مادة الأنسونين. ومن بعد يأتي. لماذا نقول له أن الفوكية تتحل الشارية؟ حين الفوكية عبارة عن سكريات. لذلك ما تتأكلها؟ تتفع نسبة السكر في الدم بشكل كبير. يتم إفراز مادة الأنسونين بشكل كبير. تتبط نسبة السكر من بعد. تتبط نسبة السكر. سيأتي على السكر. نعطي مثال. نستطيع أن نجربها. مثلا نأكل تمر وقوح ثلاثة أو أربعة سوية لا تأكل. سيأتي على السكر. لماذا؟ لأنه نخفضت لك نسبة السكر. ولكن هناك سكر بطيء. سيأتي على السكر بعد ساعتين أو ساعتين على ساعتين. نحن نحترم نظام غذائي متوازن من نسبة الطفل. قلت لنا واحد مرة بأنه لا نستطيع الطفل حتى الواحد ساعة فلان فلان نياح لأننا مقررنا. لأننا نعطيه إياكل. نعم. إذا حسب الجوع سنعطيه إياكل. صح. لأن الطفل عنده هو. لأن الطفل نياح. الطفل لا يوجد حراميات. يعني الطفل إلى جهة جوع يقول لك أنه يجوع. إلى شبعت يقول لك شبعت. هذا المشكل أننا نحن نفعله العكس فيهم جوج. الطفل مثلا ندخله مع الثناش ونحن سنغذيه ونحن نغذيه ونحن نحن نغذيه ونحن نغذيه ونحن نغذيه ونحن نغذيه. نحن نغذيه ونحن نغذيه ونحن نغذيه ونحن نغذيه. لأننا في تأكد أصلي من أصلي من جهة جوج. لأننا كنت كما قلت. هذي كلمة هذه العائلة. لأننا تجلسوا ونحن نغذيه. لأن الأمي للدرس أرغيه. لأننا نغذيه تجمله ونحن نغذيه. إلا دلنا هذا القد يأكل واحد يبدأ يأكل في القنصة. لذلك لا تكون هذه كلمة. لا يمكننا أن نحرم الطفل من الرغبة التي لديه. لديه. حق 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 بغاية يكون خصوياكل لأنه ربما مع الوقت منين يكبر منين يدرس ست سنين سبع سنين تتمنى سنين يقدر يصبح نحن كنا نشرحه له نحن كنا نتفهمه معه أما الطفل جاءت ثلاث سنين ربع سنين خمس سنين عرا ما تفهمش ماشي ما تفهمش ما غاديش يعرف علاش لك هو في الجوع بغاية يكون أولا شباع وتتقول له ولا زيد كمال تبصيل ديالك ولا زيد كون هو شباع أولا بشي نهار المشكلة توقع كذلك شنهار تيجي التف الفغداء ما بغيش يأكل خبز وتتبقى عليه لا أكل خبز هادك النهار وار ما راشقالوش يأكل خبز بعد من نعطي تساء لون دون ما غادي يأكلو حينت بعد أحيان هنا نسمعو لي هو لكي ما نسمعوش لي لكن تراشقلي يأكل غير شوكولات مثلا الحسب مرة في السمانة ما عنديش مشكل ياك ولكن هنا في تيجي الحوار نتيجي مثلا تتخذو الرد تبعي الحال تيجي الآغة نشرح لي يقولك لا أنا بغينا أكل هيرت الشوكولات اليوم لا والدي سأكلها تريفت الشوكولات هوا عندك أنك عاري ديال كل دوكاري لا بغيت نزيد لا والدي سهلا لا بغيش سوف يبدأ يبكي دعيه يبكي لا تتنش مشكلة لونك سوف يكون صعيبة شي شوية تنضروع الكبداء لمنعوين السينبيعي تنضروع الكبداء ولكن نشوف راح على المدى البعيد راح راح يفوميو يبكي دابا كون بكي وكاملين من بعد اللحفة هذا اللوم جالي تبتع الطفل في الوقت العشرة إذا كان الطفل فطر مزيان راح غيزة هذا كما قلت نقدرون نعطيه فاكهة نقدرون نعطيه تميرات ما عندناش مشكلة غير أنا تنأكد على أنا ما نبقاوش نجادلو مع الطفل ما نبقاوش نتعكسو معه لا والله تديها لا والله يتغديها وانت مخاونا وانصداء وانت مخاونا وانصداء لا تنخاطروا بالحيلة تدي معك هالتميرات لا أعطيهمش خشيهم في الكهتابل بلا ما يشوفك او خشيهم لفجيبك بلا ما يشوفك من يرجع في العشية وطلقاك وشي قلتها لك وانت مكتش باغي ديها لا وانا أعطيتها لك وانت قلت لا صافي دير غمض عوينة صافي كلاسي صالو بلوزنبوخة للوندوما عوتي مشيش كل يربح مشيش ما تخلش في عيناد مع الطفل لأننا احنا تسحبنا بأن الطفل ما تيفهمش وبيانه شد معنى العكس وبيانه خسو يتطبق ذلك شي تقولولي لا طفل راه راه الحيلة حصل من العار واسلوب الحواري قدر نفعنا مع الطفل وهم أدكياء جدا 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 فما نحاولوش نديروها بهم لا ما نحاولوش نديروها بهم نحاولو نشرحو الطفل لما تنميغي يجي الطفل يقولك أنا ما كراشي نجبدوها دائما جمعيات أباء وأولياء التلاميذ خسوهم يدرون على المدارس بش يمنعو تناول الحلويات وهذه الأمور هي غير صحيحة السؤالي سنطرح هي فين هي جمعيات الأباء وأولياء التلاميذ المشكلة لأنه للأسف أنا ما تنعمم شو ولكن الأغلبية للأسف الأغلبية للأباء مشغولين ما بقوش عاطين وقت لشن توقع الولادهم في المدراسة